أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلِّ ونسلِّم على المبعوث رحمةً للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه يقول الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ الكتاب هو التوراة وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا الوزيرُ هو المُعِين وهو من يحمل الوزراء أي ثُقل الحال فَقُلْنَا اذْهَبَا من هُمَا الضَّمِير لمن؟ لموسى وهارون إلى القوم الذين كذَّبوا بآياتنا من هم القوم الذين كذَّبوا؟ قوم فرعون وملأه من القبط قال سبحانه وتعالى فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا في الآية حذفٌ كثير دلَّ عليه ما بقي منها والتقدير المحذوف فَقُلْنَا ذْهَبَا فَأَدِّيَا الرِّسَالَةَ فَكَذَّبُوهُمَا فَأَدَّيَا الرِّسَالَةَ فَكَذَّبُوهُمَا فَأَتَتْ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا شوفوا كيف القرآن يا أخواني أحياناً يبسط القصة قصة موسى وفرعون كم مرت عليكم من مرة؟ كثير تجدها أحياناً تقارب العشرة أوجه كما في الأعراب في القصص كما سيأتيكم لكن هنا كم آية؟ وهذه طريقة القرآن يذكرها مرة مجملة ويذكرها مرة مبسوطة فالله عز وجل أراد أراد أن يتوعد من كذب برسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنا أحب أن أفتح لكم يا أخواني المجال في الاستفسار والمناقشة لكن الأخوة أشاروا إلي أن الوقت ليس معنا فنحاول أن نستعجل حتى نختم هذه السورة إن شاء الله ونفتح المجال إذا كان في مجال في آخر الدرس بإذن الله يقول تعالى متوعداً من كذب محمد صلى الله عليه وسلم مشرك قومه بهؤلاء الذين كذبوا يعني هذا فيه يقول أنتم تكذبوا محمد قد كذب أقوام الأنبياء أنبياءهم فعذبوا ودمّروا فقص عليهم وأشار إلى قصة موسى الذين كذبوا فما كان جزاؤك تكذيبهم أيها الأخوة فدمرناهم تدميراً ثم قال الله عز وجل وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلُ ما رأيكم يا أخواني قوم نُوح لما كذبوا إيش الرسل ولا الرسول ها يا أخواني الرسل نُوح أرسل إليهم فلماذا قال وَقَوْمَ نُوحٍ لما كذبوا الرسل أليس نُوح أول رسول إلى الأرض نُوح عليه السلام أول رسول أرسل إلى الأرض فلماذا قال الله عز وجل وَقَوْمَ نُوحٍ لما كذبوا الرسل وَهُمْ إِنَّمَا كَذَّبُوا رَسُولًا واحدًا الحديث الآن عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ وأشار إلى نُوح أنهم كذبوا الرسل وهو إنما هو رسول واحد فكأنهم كذبوا كل الرسل الذين أتوا بعد نُوح وهم ما كذبوا إلا نُوح فكذلك أنتم بتكذيبكم محمد صلى الله عليه وسلم كذبتم الرسل إذا كان قوم نُوح حُكم عليهم بأنهم كذبوا الرسل وهم لما يرسلوا فقط لأن دعوة الرسالة واحدة أو هي إفراد العبادة الله عز وجل فتكذيبكم لمحمد تكذيب لكل الرسل واضح يا أخواني يعني هذا الملحظ اللطيف في الجمع عندما قال الله عز وجل وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلِ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةٍ بيَّنَ الله عز وجل أنهم لما كذبوا أُغْرِقُوا وَجَعَلَهُمْ لِلنَّاسِ آيَةٍ عِبْرَةٍ يَعْتَبِرُونَ بِهَا فَلِمَا لَا تَعْتَبِرُونَ أَنْتُمْ كما قال الله عز وجل إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءِ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٍ وَتَعْيَهَا أُذْنٌ وَاعِيَةٌ أي وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لوجج البحار لتتذكروا نعمة الله في إن جائكم من الغرض وَأَعْتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يعرِّض بمن هاي أخواني يعرِّض بمن بالمشركين أي وأعتَدْنَا لَكُمْ أَيُّهَا الظَّالِمِينَ إِنْ كَذَّبْتُمْ بِمُحَمَّدِ عَذَابًا أَلِيمًا فالتكذيب الحاصل منكم الآن سيعود عليكم وبالاً كما عاد على الأمم السابقة ثم قال الله عز وجل وعاداً وثمود وعاد أصحاب من هود عليه السلام وثمود أصحاب من صالح وأصحاب الرس أصحاب الرس أختلف العلماء فيها على أقوال بعضهم قالهم أهل قرية من قرى ثمود وبعضهم قالهم أنهم أصحاب ياسين وقيل إنهم من قرى اليمامة وقيل بئرٌ بأذربيجان وقيل الرس بئرٌ رسُّ فيه نبيَّهم يعني قتلوه أدخلوه وحي ودفنوه واختار إبن جرير الطبر رحمه الله أن أصحاب الرس هم أصحاب الأخذوت الذين ذُكِروا في سورة البروج أن أصحاب الرس هم أصحاب الأخذوت الذين ذُكِروا في سورة البروج هذا هو اختيار ابن جرير الطبر رحمه الله ثم قال الله سبحانه وتعالى وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا لأن المقصود في هذه السورة ليس ذكر القصة وإنما المراد الإشارة إلى قصتهم وبيان حالهم إذا حينما كذَّبوا رسُلهم وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ بين المذكورين أي أُمَمًا بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرا وكلاً ضربنا له الأمثال أي بيَّنَّا له الحجج ووضحنا له الأدلة كما قال قتد أزحنا عنهم الأعذار وكلاً تبَّرنا تتبيرا أي أهلكنا إهلاكا كما قال سبحانه وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح والقرن أيها الإخوة هو الأمة من الناس كما قال الله عز وجل ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخر وقد تكلمنا عنها في سورة المؤمن في الأسبوع الماضي حدَّهم بعضهم بمئة وعشرين سنة منهم من قالوا مئة ومنهم من قالوا ثمانين ومنهم من قالوا أربعين والأظهر أنهم الأمة المتعاصرة في الزمن الواحد يسمون قرنًا ولذا قال لهم خير القروني قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ قرية من؟ لوت وهي السدوم وقد أهلكها الله عز وجل بالقلب والمطر بالحجارة من سجيل وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أي مرُّوا عليها ورأوها أثناء تجاراتهم وسفرهم التي أمطرت مطر السوء مطر السوء هي الحجارة السجيل التي أخبر الله عز وجل أنهم عُذِّبوا بها حينما قالوا أمطرنا عليهم حجارةً من سجيل كما قال في آية أخرى وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وهنا قال وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ أي أن هذه القرية المكذبة تقول النوح ما ندر وين نوح هذه قصة لكن أن أعطيكم أمة تمرون عليها قد عذبت أفلم يكونوا يرونها أي فيعتبرون بما حل بأهلها من النكال والعذاب بل كانوا لا يرجون نشورا أي أن المارين بها من الكفار لا يعتبرون بها لم يجعلها عبرة وهي عبرة وآية لماذا السبب لأنهم كانوا لا يرجون نشورا لأنهم يعتقدون أن لا بعث وأن هذه الدنيا هي آخر المحطات هي أول المحطات وآخرها وأن لا بعث لا يرجون نشورا ثم قال الله سبحانه وتعالى مزيد من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني ترى دائما السورة دائما يكون السورة لها نفس واحد ومقصد واحد وقضية تتحدث عن هذا الشيء وتسترسل ثم تعود قلنا أن هذه السورة سورة الفرقان أهم قضية لها هي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن القرآن وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا رأوك إذا رأو من محمد صلى الله عليه وسلم وإذا رأوك يا محمد يقولون ويستهزئون بك يتخذونك هزوا يتندرون بك يقولون أهذا الذي بعث الله رسوله أهذا الذي بعث الله رسوله يعني ما لقى إلا محمد ما لقى لنت ما لقى لنت ما وجد غير أنت يا محمد اليتيم وهذا مصداق كما يقولون إيش لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أنت يتيم مسكين لا لأب لا أم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله أي على سبيل التنقص والإزدراء كما قال الله سبحانه ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب طيب هل يكتفون بهذا أهذا الذي بعث الله رسوله قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها يعني كاد أن يضلنا عن عبادتنا الحق لكن نحن قوم إيش صبرنا فهل الصبر محمود في هذا الموضع صبر مذموم مآله نار الجحيم لولا أن صبرنا عليناها أي كاد يثنيهم عن عبادة أصنامهم لولا أنهم تجلدوا واستمروا في عبادتها ثم قال الله سبحانه وتعالى لهم متوعدا ومهددا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا مناسبة خاتمة الآية مناسبة افتتحت إن كاد ليضلنا عن آلهتنا يقول الله وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أن من كتب الله عز وجل عليه الشقاوة يا محمد فإنه لا يهديه أحد إلا الله أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عنه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ولذا قال هنا أفأنت تكون عليه وكيلا أنت تكون عليه وكيلا يا محمد يعني لست ممن يكون عليه وكيلا أنت ليس عليك إلا البلاء لماذا يقولون هذا القول لأنهم اتخذوا الهوى إلها يُعبد من دون الله أرأيت من اتخذ إلهه هواه قال ابن عباس الهوى إله يُعبد من دون الله والهوى قائد إلى كل فساد أفأنت تكون عليه وكيلا قال ابن عباس كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول هل هذا عقل ولا هوى هوى ثم قال الله سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام السمع المنفي هنا والعقل هو السمع النافع والعقل النافع وليس نفي السمع والعقل مطلقا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل ليش أضل من الأنعام لأن الأنعام تعقل ما خلقت له الأنعام تعقل ما خلقت له وأدت مهمتها فإنها خلقت للزينة وللركوب وللألبال وأدت ما عليها وذهبت أما هؤلاء هل وعوا ما خلقوا له خلقوا لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك معه وأشركوا معها غيره مع قيام الحجة وإرسال الرسل إنهم إلا كالأنعام في الجهل بالمنافع وقلة التحسس للعواطم بل هم أضل وإرسال الرسل من هؤلاء الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى ربك كيف مدَّ الظل الرؤية هنا يجوز أن تكون رؤية عين ويجوز أن تكون رؤية علم كيف مدَّ الظل هنا بدأ الله عز وجل يبين الأدلة الدالة على وجوده سبحانه وتعالى وعلى قدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة فقال ألم تر إلى ربك أي لم تر يا محمد إلى ربك كيف مدَّ الظل لا ومدَّ الظل كما قال المفسرون هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ما معنى مدَّ الظل الآن إذا طلعت الشمس هل الظل ممدود هل الظل يكون حينما يكون على شجرة يكون تحت ظلها أو حائط أو غير ذلك لكن ظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هل هم ارتبط بأشياء أخرى لا وإنما هو ظل ممدود يغطي يغطي كل شيء ولذلك قال الله عز وجل ألم تر إلى ربك كيف مدَّ الظل يعني ليس شمسا وليس ليلا وإنما هو ظل ممدود هذه من قدرته سبحانه وتعالى ولذلك قال ابن عطية رحمه الله تظاهرت أقوال مفسرين على أن هذا الظل هو من الفجر إلى طلوع الشمس كل المفسرين يقولون لكن ابن عطية رحمه الله يعترض على بدايته ولا يعترض على نهايته يقول وذلك معترض بأن ذلك في غير نهار بل في بقايا الليل فلا يقال له ظل يعني أن الاعتراض هنا يعترض ابن عطية على بدايته يقول إنه ليس من بعد طلوع الفجر مباشرة لأن ما بعد طلوع الفجر من بقايا الليل وإنما هو يبدأ يقول من أول الإسفار إلى بزوغ الشمس وعلى كل حال سواء قلنا من طلوع الفجر كما هو قول أكثر مفسرين أو على رأي ابن عطية رحمه الله وهو من بزوغ من الإسفار إلى طلوع الشمس كيف مد الظل قال الله سبحانه وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا أي لو شاء الله عز وجل لجعل هذا الظل دائما لا يزول لكن هل هو يزول ولا ما يزول متى يزول إذا طلع الشمس الله بدأ يبين الأدلة الدالة على قدرته وإيجاد الأشياء المتضادة ليل نهار بينهما ظل ممدود ظل ممدود يعني لا تنسبه إلى الليل يعني ليس من صفاته الليل وهو الظلمة وليس من صفاته النهار الذي هو الشمس المحرقة وإنما هو منطقة الظل ألم ترى إلى ربك كيف مدى الظل ولو شاء سبحانه لجعله ساكنا أي هذا الظل لا يزول يستمر ظل ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أي لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف بمعنى أن جعلنا الشمس دليل على ذلك الظل الممدود كيف؟ إذا طلعت الشمس ذهب الظل وبقي ماذا؟ الظل المقصور على الأشياء يعني ظل محدود مقصور على الأشياء فجعل الشمس دليل على هذا الظل الممدود ولذلك قال الله عز وجل ألم تر إلى ربك كيف مدى الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أي لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف فإن الضد لا يعرف إلا بضده وقال قتاده والسد دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتي عليه كله حتى يأتي عليه كله بحيث يكون ينتفي هذا الظل الممدود ويحل محله الشمس ويحل محله الشمس قال سبحانه وتعالى ثم قبضناه أي الظل وقال الدعم الفرسرين أي الشمس أيهما أصح؟ الظل لأنه لو أراد الشمس لقال قبضناها قبضناها ثم قبضناه أي الظل قبضا يسيرا أي سهلا يعني هل تشعرون يا أخواني بين ذهاب الظل هذا وبين طلع الشمس قبضناه هذا الظل إلينا قبضا يسيرا أي سهلا وقال ابن عباس سريعا وقال السدي قبضا خفيا حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة وقد أضلت الشمس ما فوقه وقال بعضهم قليلا قليلا وكل هذه الأقوال صحيحة فإنها من باب التقريب من باب التقريب ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يعني يا أخواني نرى نحن طلوع الفجر ثم بزوغ طلوع الشمس فالظل هذا يقبض قبضا يسيرا لا نشعر به لا نشعر به واضح أخواني ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا قال الطبري وصف الليل باللباس تشبيها حيث أنه يستر الأشياء ويغشاها من العجب يا أخواني هذه يعني ندفع بها السآمة عنكم من العجب أن بعض الفقهاء يقولون يجوز الإنسان أن يصلي بالليل عاريا وتقبل صلاة استدلوا بماذا هذه الآية قالوا إن الليل لباس إن الليل لباس هذه من باب والمقصود يا أخواني وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وصف باللباس تشبيها بأنه يستر الأشياء ويغشاها كما قال الله عز وجل والليل إذا يغشا وقال والليل إذا يغشاها وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا مش معنى سباتا أي قاطعا للحركة قاطعا للحركة فالنوم يا أخواني أنتم تلاحظون أن الإنسان يكد ذهنه وجسده ويشقى ويتعب فإذا نام قام في الصباح وكأن شيئا لم يكن فجعل الله عز وجل من رحمته هذا النوم قاطعا للحركة سباتا لراحة الأبدان فإذا جاء الليل وسكنت هذه الجوارح استراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدل ثم قال الله سبحانه وتعالى وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا أي ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم كما قال سبحانه وتعالى وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ فهي مُرَتَّبَة كما جعل لكم الليلة الآية ترتيبها جعل لكم الليلة والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله الترتيب جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه وجعل لكم النهارة لتبتغوا من فضله ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته أي أنه بمجيء السحاب بعدها أي أن السحاب تبشر بماذا؟ بالمطر تبشر بالمطر فالرياح أنواع منها ما يثير السحاب ومنها ما يحمله ومنها ما يسوقه ومنها ما يكون بين يدي هذا السحاب المبشرار ومنها ما يكون قبل ذلك يقم الأرض ومنها ما يلقح السحاب ليمطر فهذه أحد أنواع الرياح وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ولذلك الرياح تطلق على الخير والريح على الشر ثم قال الله سبحانه وتعالى وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تَهُورًا طهورًا كسحور ووقوت أي جعلنا من أنزلنا من السماء ماءً آلةً يُتطهَّر بها لنُحِّيَ به بلدةً ميتًا أي أرضًا قد أطال انتظارها للغيث فهي هامدةٌ لا نبات فيها ولا شيء كما قال سبحانه وتعالى فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتْتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ وكما قال في آية الأخرى وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَى مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَه وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وقال السحر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يُحِّي الأرض بعد موتها ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ أي أمطرنا هذه الأرض دون حابة وسقنا هذه السحاب فمرت على هذه الأرض ولم تمطر ومرت على تلك فأمطرت ولذلك كان هارون الرشيد إذا رأى سحابة ماذا يقول أنطري حيث شئتي فإن خراج سوف يأتيني من إيش كناية عن اتساع مملكة الإسلام وهكذا الرياح صرفناه بينهم أي تأتي السحابة وتمر على الأرض فتسقي هؤلاء وتترك هؤلاء قال بن مسعود وابن عباس ليس عام بأكثر مطراً من عام يعني يقول إن المطر سنوياً كمية واحدة ولكن الله يُصرفه كيف يشاء ثم قرأ هذه الآية ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أي الله عز وجل صرف هذا المطر والغيث لماذا؟ ليذكروا فتذكير يعني هذه قلبك أيها المتلقي مثل هذه الأرض مثل هذه الأرض فكما أن هذه الرياح وهذا المطر نزل على تلك ومنعين فكذلك القرآن يقرأه هذا فيهتدي ويقرأه الآخر فلا يهتدي ليذكروا فأبى أكثر الناس وليتذكروا من الذي ساقه من الذي أمر أن تمطر هنا وإيش؟ وأن لا تمطر هناك من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل فأبى أكثر الناس قال أكثر أكثر الناس إلا كفوراً أي بربهم وقد جاء في الحديث الصحيح تصديقاً لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه على أثر سماء أصابتهم من الليل قال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أحلم قال أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب وهو حديثٌ صحيح فأبى أكثر الناس إلا كفوراً وذلك أن الله عز وجل هو الذي صرفه فجعل تلك الأرض فجعل هذا المطر غيثًا لتلك وحرم تلك فلم يغثى ثم قال الله سبحانه وتعالى ولو شئنا رجع إلى بعد تقرير هذه الأدلة قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير يدعوهم إلى الله عز وجل لو شئنا يا محمد لبعثنا في كل قرية في مكة نذير وفي المدينة نذير وفي الطائف نذير وفي كل قرية لكن خصصناك بأنك يا محمد ليش؟ أنت النذير الأوحد الذي بعثت إلى الناس كافة تدعوهم إلى الله خصصناك بالبعثة إلى جميع الأرض وأمرناك أن تبلغ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بماذا؟ بالقرآن لأن السورة سورة مكية ولم يكن هناك جهاد ولذلك الجهاد هو جهاد الكلمة جهاد القرآن قال وَجَاهِدْهُمْ بِهِ أي بالقرآن كما قال ابن عباس جهاداً كبيراً يعني اجتهد في جهادهم اجتهد في إبلاغهم هذا القرآن فإنه سلاحك لهدايتهم كما قال الله عز وجل في سورة مخرى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافَقِينَ وَاغْلُضْ عَلَيْهِمْ ثم قال سبحانه وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنَ هَذَا عَذْبٌ فُرَات وهذا منهم أي خلق المائين الله الآن يُبَيِّن الأشياء الدالة على قدرته جل وعلا خلق الأشياء المتضادّة ليل نهار ظل شمس خلق ماءً عذبًا وماءً أجاجًا خلق وهو الذي مرج البحرين هذا عذبٌ فُرَات أي تلك المياه التي في الأنهار والعيون والآبار فهذا هو البحر الحلو الفُرَات العذب الزُلَال وهذا ملحٌ أجاج يقصد ماذا ماء البحر وهذا يقصد بذلك ماء البحر قال ابن كثير رحمه الله ليس في الوجود بحرٌ ساكن وهو عذبٌ فُرَات ليس في الوجود بحرٌ ساكن وهو عذبٌ في الفُرَات إذن الله سبحانه وتعالى الآن يُنبِّه إلى أنه مرج البحرين الآن يا أخواني هذا بحر على الشاطئ لو حَفَرَتْ بِجِوَارِهِ بِئْرًا يَخْرُجْ لَكْ مِلْحُ وَلَا بِعْلُوْهُ حِلُوْ حِلُوْ مَنَ الَّذِي إِيش؟ مَيَّزَ بَيْنَهُمَا قال الله سبحانه وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا أي لا يطغى أحدٌ على أحد يقول ابن عطية فترى البحر قد اكتنفته المياه العذبة على ظفتيه ترى البحر الأجاج اكتنفته المياه العذبة على ظفتيه فسبحان من خلقها وسبحان من أوجدها وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا أي جعل بين العذب والمالح حاجزًا وهو اليابس من الأرض وحجرًا محجورًا أي مانعًا كما قلنا أن الحجر هو المنع أي مانعًا أن يصل أحدُهما إلى الآخر كما قال سبحانه وتعالى في آيةٌ أخرى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ وقال في آيةٌ أخرى أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ ثم قال سبحانه هو الذي خلق من الماء بشرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا فقال القرطبي النسب والصهر معنيان يعمان كل قرباء تكون بين آدميَّي وقال ابن عطية النسب هو أن يجتمع إنسانٌ مع آخر في أب أو في أم قارب ذلك أو بعد والصهر هو تواشخ المناكحة فقرابة الزوجة هم الأختان وقرابة الزوج هم الأحماء أي يقول سبحانه وَهُ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا أي خلق الإنسان من نطفةٍ ضعيبة فسواه وعدَّله وجعله كامل الخلقة ذكرًا أو أنثى كما شاء فجعله نسبًا وصهرًا فهو في ابتداء أمره نسيب ثم يتزوَّج فيصير صهرًا ثم يصير له أصهارٌ وأختانٌ وقرابات وكلُّ ذلك مِمَّا إِمَّهِين ولذلك ختم الله عز وجل الآية بقوله وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَكَانَ لِلدَّوَامُ كَانَ وَمَا يَزَال فهي مسلوبة الزمان أي كان ربُّك ولا يزال سبحانه وتعالى قادرًا على ذلك أو قديرًا كما نصَّ الله سبحانه وتعالى وبهذا نكون قد ختمنا هذا المجلس وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك وضع في شعاننا شكراً استمرur وغير ربك شكراً إن شاء الله وضع لغير ربك وضع الكبير و έχuk سبيل